اهلا بكم من جديد اعلن مصرف البحرين المركزي في مؤتمر صحفي عن مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجربية ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي ومن شان هذه المبادرة ان تفتح الباب مما استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف انحاء العالم لزيادة اعمالها في الخليج العربي وان تعزز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة وسيوفر الترتيب الجديد المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجيا المبتكرة كما سيكون مفتوحا لشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي الاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقبية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الافكار الى ان تصل الى مرحلة اطلاقها بشكل تجاري في الفترة الماضية كنا نراقب التطورات اللي حادثة في هذا المجال وسعينا بالتنسيق مع الاخوان في مجلس التنمية وباطلاق مبادرة مأجل يعني وضع البحرين في الجانب الصحيح بالنسبة للتطورات في ما يتعلق بتكنولوجيا المالية وعملنا بالتنسيق مع الاخوان من اجل ان نضع البيئة الرقابية المناسبة لاطلاق مثل هذه المنتجات في المستقبل ونأمل ان تكون هذه مناسبة او فرصة للقطاع المالي في البحرين وحتى القطاع الغير مالي بالاستفادة من هذه التجربة الموجودة اللي بتساعد ايضا على اطلاق خدمات جديدة في هذا المجال مبادرة البيئة التجربية تساعد على تنمية قطاع التكنولوجيا في القطاع المالي يعني اذا ننظر الى بريطانيا اطلقت مبادرة مشابهة في مايو 2016 وسنقفورة اطلقت في اواخر 2016 فالبحرين تأتي بعض هذه الدول الرائدة وهذا دليل على ان البحرين ما زالت تنمي هذا القطاع وعندها مداخلات رائدة في تنمية القطاع المالي واحنا متفائلين باطلاق هذه البيئة وتشجيع الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الى البحرين وخلق وظائف ارجع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج السبب وراء اتخاذ المركز لقرار منع جميع التجار عن ممارسة عملية التمرير المزدوج لبطاقات الدفع اعتبارا من يوم الخميس الموافق للخامس عشر من يونيو الجاري الى تزايد حالة اختراق قواعد بيانات المستهلكين والتجار ما يتطلب اتخاذ قرار فوري وعجل للحيلولة دون وقوعها مجددا منذ فترة تحدثنا مع البنوك من اجل التنسيق مع زبائنهم الهدف الرئيسي في الواقع من هذا الترتيب بان احنا في السنوات الاخيرة وخاصة في الاشهر الاخيرة كثرت حوادث الاختراقات لقواعد البيانات في سواء كان للمتاجر او قير المتاجر وجزء كبير في الواقع يصير في هذا الامور انه يعني تختلف او تتفاوت نسب الترتيبات الامنية والاجراءات المتخذة في مثل هذه المتاجر ولهذا السبب احنا وجهنا جميع البنوك للتنسيق مع زبائنهم اللي يستخدمون الالات المطاقات تكثر خلال شهر رمضان المبارك الخيمة الرمضانية في كافة فنادق المملكة والتي تقدم عروضا شيقة لمرتادها من المواطنين والمقيمين وتضيف قيمة اقتصادية كبيرة على الحركة السياحية في المملكة عموما الزميل طلال نايف والتفاصيل نشاط اقتصادي يكاد أن يكون سنوي لسعي الفنادق على التنافس لجذب أكبر تجمعات للأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان الفضيل وأصناف وقوائم مختلفة من باقات الأطعمة العالمية اتهيأ الفنادق في هذا الشهر الكريم فتقوم بتقديم العروض المميزة التي لديهم بهدف ازدياد معدلات الدخل وبعض النشاطات الرمضانية التي تحتوي على الفعاليات الفنية والموسيقية واجبات الإفطار والسحور كل الفنادق في شهر رمضاني يعتمدون على الخيمة الرمضانية فنحاول نطلع أرباح الشهر كلها عن طريق الخيمة الرمضانية عن طريق العروض والسيل يجب أن يكون في شهر رمضان نحن هناك بالنسبة للسوفتل فإحنا سوينا شيء هالسنة يديد إحنا حاولنا الخيمة الرمضانية من جهة الفندق خليناها من جهة البحر وسوينا يلسع للبحر الجو رمضاني عندنا والمأكلات العربية التي تشاربها شهر رمضان الفضيل وعندنا بعد رقم خاص حق المدخنين وغير المدخنين وحق العوائل وعندنا الجو الكلاسيك للأغاني الفرقة اللي يبينها حق شهر رمضان هاي كلها واحد يلس في الخيمة ويحس بجو رمضان هذا وتشهد الخيم الرمضانية إقبالا واسعا وتقبلا شاسعا من قبل المواطنين والسياح وخصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي مع زياد الطلب على أشهر الأطباق والأطعمة التقليدية والمشروبات الخاصة بهذا الشهر الكريم في الخيم الرمضانية موفرا بذلك دافعا للرقي بغطاء الظيافة والسياحة في مملكة البحرين تغيير عن الروتين اليومي بالبيت واليامعات العائلية تحاولين تغيرين يعني تطلعين من قاعدة البيت إلى قاعدة هنا بالخيمة الرمضانية شوي تغيير جو تعيشين الأجواء برمضان وطبعا ما تصير إلا برمضان يعني الشغلات هذه فما ودتش تطوفينها الجو في الخيم الرمضانية لأنه تجمع الناس سوا وعا مختلف جنسيات وأجواء دايما موجودة وهي أجواء ألفة وأجواء عيد وتعد الخيام الرمضانية سر لجذب الأهل والأصدقاء ولالتغاء فيما بينهم بعيدا عن ازدحام مراكز التسوق في شهر رمضان الفضيل طلال نايف للنشرة الاقتصادية ولا نترككم مع أسعار إصرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة مشاهدين مع عداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث أقفلت السوق المالية السعودية عند مستوى 6848 نقطة بارتفاع نسبة 0.41% عن معدل الإقفال السابق مدعما بنشاط أسهم قطعات العقارات والبنوك أما بالنسبة إلى بورصة قطر قد أغلقت عند مستوى 9189 نقطة بصعود كبير نسبته أكثر من نقطة مئوية واحدة وذلك عائد لكثرة التداول على أسهم قطعات الاتصالات والعقارات أما سوق دبي المالي فقد أقفل عند مستوى 3450 نقطة وسجل ارتفاعا نسبته 0.26% مدعوما بكثافة التداول على الأسهم المدرجة في قطع العقارات والإنشاءات الهندسية ونتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت على ارتفاع بسيط نسبته 0.4% لزيادة نشاط أسهم قطع الخدمات المالية وسجلت بورصة أبو ظبي ومسقط تراجعا بنسبة متفاوتة متأثرة بضعف التداول على أسهم قطعات الطاقة والبنوك أما بالنسبة إلى بورصة البحرين مشاهدين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1327 نقطة من خفاض بسيط نسبة 0.3% عن معدل الإقفال السابق وقد تداول المستثمرون 4 مليون السهم بقيمة إجمالية تجاوزت 702 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 61 صفقة وركز المستثمرون في تعاملاتهم على أسهم قطع الاستثمار والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 43% من القيمة الإجمالية للتداول ترجمة نانسي قنقر